الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد يعني على منهجنا في اختصار دروس رمضان فإن شاء الله يكون لقاءنا اليوم في درس الفقه في نهاية الأسبوع في موضوع مفترات الصوم مفترات الصوم ثلاثة جمعتها آية من القرآن الكريم وهي الأكل والشرب والجماع قال الله تبارك وتعالى فالآن بشرهن هذه الجماع وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا هذه الأكل واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني ثم أتم الصيام إلى الليل يعني هو يعطينا فترة الإمساك وهي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ويبين لنا المفترات في هذا طوال ذلك الوقت من الفجر إلى غروب الشمس وهي الثلاثة المذكورة فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان الأكل حلالاً أم حراماً وسواء كان نفعاً أم ضاراً أو لا نافعاً ولا ضاراً حلالاً أم حراماً يعني أكل شيء حلال ليس المقصود في الأكل والشرب هو الانتفاع أو الحل والحرمة والحظر والإباحة إنما المقصود هو دخول شيء الجوف حتى أنهم تكلموا على غبار الطريق من ابتلع خرزة فمن ابتلع خرزة كان أفطر برغم أنها لا تصف بالحل والحرمة وإنما معدومة الفائد كذلك شرب الدخان ضار ولا ينفع ولكنه حرام ومفطر لكنه حرام وضار ويحصل به الفطر الثالث الجماع هذا بالنسبة للأكل والشرب الثالث الجماع وهو أغلظ أنواع المفطرات لوجوب الكفارة فيه والكفارة نحن عندنا ثلاث مصلاحات شرعية بدل فساد الصوم عندنا الصوم يحدث بعزر بنسبة للمريض مرض مزمن أو مرض يعني منعه الطبيب من الصوم خلاله فهذا يعني مثلا لوحد عمل جراحة ويبدأ أن يأخذ له أدوية يبرأ إن شاء الله من جراحته وثم يحدث له أو يجب في حقه القضاء فالمفطر بعزر سواء كان الإفطار في مرض مزمن هاجب عليه الفدية الفدية اللي هي إطعام مسكين يعني لا أريد أن أخذ في التفاصيل إنما أعرف أن هي إطعام مسكين أو عن كل يوم بعد ذلك القضاء لمن مرضه غير مزمن مثل جراحة طارئة ويريد أن يأخذ أدوية وعلاجات معينة فهذا بمجرد برئه يجب في حقه القضاء فإن مات في مرضه لم يجب عليه شيء لأن لم تتعلق به الفريضة لعدم الاستطاعة بعد ذلك إذا كان الفطر بالجماع في النهار الرمضان فيجب الكفارة وكذا يكون عندنا ثلاث مصطلحات فدية قضاء كفارة الفدية إطعام مسكين فأي مفسد من مفسدات الصوم بغير الجماع القضاء هو صيام يوم في غير رمضان بعد زوال العزر سواء كان العزر مثلا حيضة أو نفاس بالنسبة للمرأة أو مرض يعني يحتاج فيه إلى أدوية أو لم يقوى فيها على الصوم ولكن يحصل منه البر وبعد ذلك الكفارة وهي خاصة بالجماع للزوجين يجب على الزوجين الكفارة إلا أن يكون الزوج قد أرغم وأكره زوجته عليها على الجماع وهي لم تستطع دفعه ففي هذه الحالة يجب في حقه هو فقط إطعام ستين مسكين أو صوم أو الأول صوم شهرين متتابعين ده بالنسبة للمصطلحات الثلاثة في بدلية الصوم فدية قضاء كفارة حتى يكون مفهوم لدى السمع لأن فيه ناس بتخلط بين مصطلحي الكفارة ومصطلح الفدية أو مصطلح القضاء بعد ذلك من الأشياء اللواحق للأشياء التي ذكرناها الاستمناء أو نزال المني بلزة فهو مفسد للصوم لكن يجب فيه القضاء على المفتى به عند العلماء وأن وجدت أراء أخرى الخامس الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب التي تسمى إبر مغزية الإبر على نوعين إما إبر مداوية أو إبر مغزية فالإبر المداوية ليست فيها معنى الغزاء ولم تدخل من مدخل معتاد هذه الإبر التي للدواء إذا أخذت عن طريق الوريد أو العضل لا شيء فيها إنما الإشكال في الإبر المغزية والأحوط أنها تفطر وعلى أن هناك قول أنها لا يحدث بتناولها لزة الطعام ولا غيره ويقولون بأنها لا تفطر لكن الأحوط والمفتى به أنها تفطر السادس القيء عمدا ويسموه الملكي يسموه الاستقاء أن الإنسان يطلب القيء غير الذي يقيء رغما عنه فالقيع عمدا مفتر من مفترات الصوم الحجامة الحجامة الحديث الشريف أفطر الحاجم والمحتجم والمحتجم الحاجم الذي يقوم بعملية الحجامة والمحتجم الذي يخرج منه دم الحجامة والحديث خاص بزمن النبوة لأن ألات الحجامة وقت زمن النبوة كان عبارة عن قرن قرن حيوان يوضع على المكان الذي يريد أن يحتجم فيه المحتجم والحاجم يشفط من الجهة الأخرى في القرن حتى يخرج دم الحجامة فكان ربما يقع في فمه قد يقع في فمه شيء من هذا الدم أو حتى بخاره فأحكم النبي صلى الله عليه وسلم بفطر المحتجم من هذا الباب هذه نقطة عفوا فطر المحتجم والحاجم المحتجم على أي حال الذي يخرج منه الدم هو مفتر إنما الحاجم الآن إذا استعمل الألات الحديثة التي فيها ألات شفط وكأس وغير ذلك فلا يقع عليه الفطر ولا يجب لا في حقه لا قضاء ولا كفارة وربما كان ذلك على وجه الضرورة والسرعة لابد من فعله في نهار رمضان حتى مرعاة لأي ظرف من الظروب الثامن خروج دم الحيض والنفاس من المرأة فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل غروب الشمس بلحظة وجب عليها القضاء وفسد صومها لوقوع هذا العزر فإن خرج بعد الغروب ولو بلحظة أيضا تم صومها ولا يجب عليها شيء كان سيدنا عبد الله بن عباس كان وضح قاعدة يعني لها استثناءات أو ضابط له استثناء أن الفطر من الخارج أن الفطر عفوا أن الفطر من الداخل ونقد الوضوء من الخارج فدم الحجامة من استثناءات هذا الضبط الفقهي لأن فيه نص اللي هو الحديث الشريف أفطرة الحاجم والمحتاجم لكن هذه الثمانية المذكورة يحدث بها الفطر ويفسد بها الصوم بشروط ثلاثة أن يكون فاعلها عالما بالحكم وأن يكون غير ناسي ذاكر يعني وأن يكون بمحض إرادة غير مكره فإذا تنول الصائم شيئا من هذه المفتراض جاهلا فصيامه صحيح سواء كان جاهلا بالوقت أو كان جاهلا بالحكم جاهلا بالوقت اللي هو وقت الصوم لدخول الفجر أو أن الشمس لم تغرب أو بالحكم حكم تناول هذه الأشياء أو فعل هذه الأشياء لا يعرف أنها من المفترات كذلك الجاهل بالحكم أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجام مفترة فيقال له صومك صحيح والدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطانا كذلك الإرادة بمعنى أن يكره فكأن يكره الرجل زوجته على الجماع ولا تستطيع هي دفعه فيجب في حقه الكفار ولا يجب في حقها شيء من ذلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته